طيب قبل ما نتكلم بقى في الكلام النظري عايزين نفهم الشعب المصري ايه اللي حصل في 25 هناير وهي كانت بداية استخدام حروب الجيل الرابع اذا دكتور سمير فرق بيقول لك ان بدء تدشين مصطلح حروب الجيل الرابع بدأ منذ ما سميه بصورات الرابيع العربي انا بسميه الخريف العربي لان الخريف ليه اسقط كل الاوراق اللي كانت موجود فالخريف العربي او الرابيع العربي كانت بداية استخدام دول الغرب وامريكا بالذات عايزة هنشوف النار ده في الفيديوهات هي بدأت تدير معركة الخريف او الرابيع العربي دلوقتي هنشوف فيديو يا مصريين ارجوكوا ركزوا معنا جدا من اهم الفيديوهات التي تقولك مصري كان بيتعمل فيها ايه في 25 ينار نشوف الفيديو ده ونرجع لا استنى بس الاول قبل ما نشوف الفيديو قبل ما نشوف الفيديو ده تعمل فين في مركز في واشنطن العاصمة باشنطن بي سي بتاع باسم جورجو بوشيك الاجبر فكان هذا المركز معمول في مؤتمر عن الحرية والدروس المستفادة من الشرق الاوسط امتى في مايو 2011 يعني بعد اربعة شهر من 25 يناير في مركز جورجو بوشي وكان حضر في هذا المؤتمر من ابنه جورجو بوشي الابن نعم مين اللي قدرت الحوار كوندليزا رايف وزير الخارجية اللي هي وزيرة الخارجية فعاد جورجو بوشي الابن بقى الابن قدرت الحوار خلي بالك والحوار ده كان عن الشرق الاوسط والاحداث اللي حصلت فيه في مركز الابن كان الحوار على الاحداث اللي تمت في شركة او فيه ولد اسمه ناشط مصر اسمه عادل رفع ايده وسألها قال لها انتو امريكا يوليت اس داون خزلتونا في 25 يناير فهي اجاوبة كوندليزا رايس اللي صاحبة نظريت الفوضى الخلاق تمام هنسمحها صوت وصورة دلوقتي وهي بتتكلم بتجاوبوا على احنا ما هل خزلت امريكا اه بس بقى اي انا مقسمه هي جاوبت 20 دقيقة انا مقسمه على خمس خلينا ناخد اول الفيديو الاول نشوفه ونسمعه ونركز فيه ونرجع لكم شكرا اذن اخبرني انه لو اننا نتعلمك فهي ليس لتحاول انتعلمك انتعلمك اول مقطع من الذي أسقط أصدام حسين؟ أمريكا صوت وصورة إذن الكلام اللي طلع يا سيد محمد قبل كده وتقال إن أصدام حسين قبل ما يجم على الكويت رحت له السفيرة الأمريكية وقالت له أوكي وخاد الجرين لايت كانوا هم بيزقوا على النوع في الفخ عشان يهاجم دولة أجنبية يحصل للكو أوليشن وده كلام طلح هي وكانوا بيمفوه في الأول في الأول لكن النهاردة كوندريزي رئيس قلت لك إيه إحنا الأسقطنا صدام حسين إذن الأول جزء في الفيديو نشوفها الجزء الثاني في الفيديو من أخطر الفيديوهات أخطر الفيديوهات وليس واحد تاني أخذنا خمسين في المية من المساعدات لمصر ودناها لمجموعات غير مسجلة عند مصر اليوم ما بقى الولاد إياهم دولت وعشان يقوموا حركة 6 إبريل والكلام ده كله ده كله وكانت صفعة قوية على وقت مصر الحكومة المصرية ده بتعترف يعني بتقولك أنا اللي عملت الصف إحنا اللي عملنا الصف ممكن نعيده تاني يا محمد بس عشان الناس اللي متابعته نعيد الجزء ده يا شباب الفيديو تاني مرة أخرى في الأمور بحيث تحديث مستقبل وفي الأمور أحب أحب في المكبارك كانت مستقبل أحب في مبارك قطع مثل تحديث محنية ديمقراط طبيعان أو تحديث تحديث حمسي ومحن تحديث تحديث المترجمات الآن لم نكنت بخاية تلك المواركات. دماء المنواطنين أن تصدق أمريكات للأيجب الماديين which they needed to speak for their own freedom. And one of the things that we did for instance was to give 50% of all American assistance for democracy promotion to groups that were not registered by the Egyptian government. That was right in the face of... دكتور سامير فارق بيقول لك المحاضرة دي او هذا المؤتمر عملته كندريزة رايز في شهر مايو بعد 4 شهور من اندلاع ثورته ناجر اه الست بتقول بشكل واضح واضح احنا خدنا فلوس 50% الجامعة ودي حقيقا عشان بتندي الفضل فايزة بنجا المرأة الحديدية المصرية هي التي تصدت ايامها لهذا لان دي كانت المعونة اللي جاية مصر امريكا خدتها مننا وراحت مديها للجامعات الغير مسجلة اذا ايام الثورة اياها 25 يناير البنات اياها واللي كانوا لابسين شبشي وبقى عندهم مرسيديس و بي ام و منين طيب اسمح لنروح لي الفيديو الثالث اللي عندنا النهاردة شباب يعرضوا بقى الفيديو الثالث السورة مصر يقولك احنا خلي بالك معروف ان المبارك من الفين واربعة لالفين وحد عشر مزارس امريكا وكانت الادارة المصرية كلما تطلب الزيارة يتقال له لا خليك عنك هنا كنت ليزا بس بتقولك ايه ازاي هنجيب الراجل واحنا اساسا بنجاهز للثورة عليه ده كلام موضح الثورة يعني ده بتقولها لك وش يعني يعني النهاردة ده بس عشان الشعب المصري فوق احنا كنا في 25 يناير في ناس متضايقة من النظار وفي قتلة غاضب وزعلانين من انتخابات اللي تم كل ده تم ومشروع توريس لكن اللي كان بيخطط الكلام ده مين يا مصريين اهو لا عليش نريد دة نيونك الله نشوف and i don't want to embarrass my partner but uh there's a reason that husband ever came back to the united states after 2004 imagine that the american president cannot get the egyptian president to come to the united states there's a reason و Grounddam و او الوسي time poverty. بقول صح اقولك حاجه انا من الناس اللي نزول في 25 يناير وثلاثين يون. ما عندش هوشكيه انا كشاعب نصور Explosions LIVE على النصام حكمة او حالة عاكمة. cken انا النهاردة بيتقدم لي فيديو. اه واستقص وصورة. بتقولك انا من الفان وارفاعة بنقول للرئيس بتاعكليك عندك. وبنخطط. وبنخطط للثورة. اه. احنا ما جبنكش من الفين واربعة. اه. بندفع المساعدات. اه. وبعدين ايه. مش مش عشان ما جبنكش عشان الثورة الفلسطينية ولا عشان ولا. لا 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 لا. احنا بنجاز لثورة عليك. بنجول بالثورة عليك. الكلام ده. يعني بيخططه طوال سبع سنوات. ايوه. 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 وايه ده بقى ان بنقول عليه انه هو ايه. حروب جيل الرابح. ان انا لحضمرك بدبابة. ولا حهاجم مصر بطيارة. ولا ولا. انها محخطط عشان اسقطت. في بس سؤال. كوندليزا رايز كانت من النظام الذي سبق ادارة اوباما. اوباما هي اللي حضرت ثورت يناير. ايوه. هي كانت مكملة معهم. مكملة معهم. كانت مع اوباما. اه. كوندليزا رايز حولك حاجة. اه. كان في يوم مبارك عندي في القصر. ونزل من الثلاث الصف قال لي احنا حبايت. عشان كوندليزا رايز جيالي بكرة. فانا عايز هتيجي لقصر. اه. هنا عشان تشوف الحضارة والعظم التائي. وفعلا تاني يوم الصبح. اه. جات احمد ابو الغيت استقبلها في المطار. وادير الخارجية انا زاك. وبعدها طلعت على الوينتر بلس. اتغدت مع احمد نظيف رئيس الوزارة. واحمد ابو الغيت وعمر سليمان. اه. وبعد الغداء خدها احمد ابو الغيت الى مقر الرئيس اللي كان نزل فيه. واعدوا مع بعض الاجتماع. خلصوا. الفين وكام? نعم مش فاكر معيش. انت كنت موجود. اه موجود ايميها بقى. موجود اه في المحافظ. المهم خلصنا. خلصت الاجتماع وجات ماشية. فالرئيس مبارك. قال لأحمد ابو الغيت. خليك معي. عشان نشوف اللي قاليته ايه. عشان نخلص. لان كان مبارك حيمش بالليل بقى بعدها. ساميري وصلها المطار. فركبنا المعربية معها. عدينا نزلنا على الوينتر بلس. وينتر بلس من الفنادق الرائعة فعلي. قاعدت. بتقولي انا ما شفتش فندس الذهب العظم. خلصنا الوينتر بلس. دخلنا على معبد القصر. قلت لي اول درس خدته في الطريق. في التاريخ في حياتي هنا. ونفسي قاجي بعد ما بقى ريطارد واجه زول لقصر. خلصنا السكة دي وماشيين بقى. قلت لأ انا عايزة اقول لك حاجة. ممكن نقف في الشارع. شاوري 200. ثاوري على اي حد. وعزين نسأله. انتوا ايه رأيك في السياسة امريكا. قلت لأنا عارفة. قلت لأنا ايه. قلت لأ هتقولوا علينا ان احنا واقفين مع اسرائيل. وان احنا ضدوا كوات. احنا ما بنتخص السياسة دي احنا السياسة دي بتبقى محتوطانة. احنا بننفذ. انا مش حانس اليوم ده. ده مين؟ كندليزة رئيس. اللي كانت وزيرة الخارجية. وكانت سكرتير الرئيس الامن القومي قبل ما تبقى. قبل ما تبقى. فالنا عايزة اقول له محمد. ان النهاردة ليه بتقوله ده. ده كلام واقعي. شو بقى الفيديو اللي تبقى. لا انا عايزة اقف بس. كانت قذافة اللي هرحم معجب بيها اوي. هي كانت فاتنة اومزة. لا. يعني اه. عصد انت ركبتي معها العربية. لا 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 واجه اللي واجه. وبالليل فاكيد. لا لا لا. لا مش بالليل كانت الساعة اربعة اخمسة كده. اه. اهمم ده كان في الفين وسبع جبنا لك. طب كويس. تعالوا نشوفوا الفيديو اللي بعد كده. فيديو رقم اربعة. اربعة. فزي الحلقة المهمة عن حروب الجيل الخامس. احنا لحد الوقت بنكلم يا اخواننا. على حروب الجيل الرابع. ده شوية هنريحين للخامس. اعرضوا الفيديو. الفيديو ده بيقولينا ايام حمد. احنا كنا قبل كده. قبل ما ييجي. كنا فيه اتفاقية تجارة حرة بيننا وبين امريكا. صحيح. وكنا بنتلع صادراتنا في امريكا ما بيتخدش عليها جمارك. فبتبقى رخيصة. فكانت اكبر ازدهار في التجارة مع امريكا في هذا التوقيت. صحيح. لما جمل بهوات دول. واحد الحروب بتاعة الجيل الرابع. قال لك اعمل ايه. اقطع عليهم. اخلوق اقتصادي. فبالتالي ما عدناش بنصدر. لان لو بطاعتنا راحت هناك. هتبقى غالية. لكن هم عملوا ايه. خرجوا مصر من اتفاق. اتفاق التجارة الحرة. هي بتعلن ده بالمناسبة على الهواء. وانت كبواطن انا مش عايزة اقول لك اصله كان. انت بتشوف. وحلل. يعني. خلينا روح لي يا شباب. فيديو رقم خمسة. الاخير. الاخير. وصلوا بسرعة. والمحر ايمانで. وفي الشهر انزال مساوبيieux ازافيان. وكانت تأثير مراكرة في ذلك وقالضي. في الشهر انزال مراكرة في الدولارات. وكانت تأثير مراكرة في مربحهم نحواء. وكانت تجعل الراكس شطرات. اذا كن طبيع حافظ ناحية نحواء. أتمنى أننا على الأقل نضع المساعدة للشخص مثلكم الذين هم المساعدة والمساعدة لتصنع على حتى أننا نرى الواقع من بعض هذه الأمور تعليقك إذن كل هذه الأحداث اللي بتتم كنا سيحمس معمناش الثورة لكن على الآل كنا بنجهز لكم إذا من الفيديوهات من هذا اللي احنا شفناه يا محمد بتقول إيه؟ أن هناك كان تخطيط من شهر أربعة من ألفين واربعة ألفين واربعة إلى ألفين وحداشر شغل استمر على مدار سبع سنوات تم رفض زيارات الرئيس الأسبق حسن المبارك تم إيقاف اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وأمريكا أخذنا خمسين في المئة من المساعدات اللي جاية لمصر وإدناها لجماعات غير مسجلة اللي احنا دربناها في صاربيا وخلافه عشان تنزل الشارع وتسقط النظام إذن ده كان هو بداية حروب الجيل الرابعة إن أنا أسقط النظام من جوا هو لا حربك ولا جاب ده طيارات ولا جاب ده بابات ولا هجمك خلق اقتصادي تعريه سياسية أكبر المشاكل اللي في الدولة ده اللي حصل لما دخلنا بقى بعد كده في الجيل الخامس بدنا نستخدم بقى إيه الكمبيوترات والحاجات الحالة هنتوقف هنا نطلع فاصل قصير تخدمه بس كل اللي فات وبعد الفاصل القصير ده نرجع ونتكلم على حروب الجيل الخامس إن وان حلاك